موسيقى مليانة شهداء والإيمان والكنيسة اللي نحن عاديين فيها دي بزرع من بزور إيمان الشهداء لولا إيمان الشهداء ولولا تمسكهم بإيمانهم ما كناش إحنا بقينا في الوقت دا عندنا كنيسة وبقينا مسحيين فإحنا نشكر ربنا على تعبهم وصلوا لنا الإيمان بدم مش وصلنا الإيمان كده لا باستشهادهم فكانت حياتهم قدموها للمسيح وقدموها لولادهم بعد كده كقدوة لنا أن احنا نمشي في أسرهم وكنيسة تستقبل عام إبت جديد كنيسة رسمت أو حددت أن تبقى السنة الإبتية تبتدي بسنة 284 ميلادية سنة تولي الإمبراطور ديقليديانوس عرش الإمبراطورية وأكتر واحد عزب الآباط فالسنة دي نحتفل بالسنة رقم 1739 إبتية 1739 من سنة 284 كل سنة بنحتفل فيها تسكار وعيد للشهدة لكن بما أننا في سنة جديدة سنة إبتية جديدة وسنة إبتية جديدة فالواحد يبتدي السنة دي ازاي بقى يعني احنا بنسمع عن الشهدة وبنشوف أعياد الشهدة وبتمر علينا أعياد كتيرة لكن إيه اللي تأثر بي منهم أعرفت إيه عنهم عشت إيه زيهم فربنا النهاردة بيقول لي أنت سنة جديدة عدت عليك سنة إبتية قديمة سنة جديدة بتبتديها معنا في الكنيسة هتخش السنة دي ازاي زي نفس زي السنة اللي فاتت كل سنة تعادي علي ما تغيرش فيها حاجة خالص شوف كده الواحد يراجع نفسه في السنة الجديدة دي السنة اللي فاتت قدمت طوبة حقيقية السنة اللي فاتت عشت فعلا بأمانة طب والسنة دي هتبقى زي السنة اللي فاتت لو كان فيها عيوب أو فيها أخطاء أخطاء الواحد لازم يراجع نفسه لازم يحاسب نفسه قدساتك اللي انت بتحضرها كما لقوم عادة ولا فعلا انت داخل تتوب جاي تقدم طوبة حقيقية جاي تتحد بالمسيح فعلا جاي تاخد غفران خطاياك طالع من القدس فرحان واقف في الكنيسة حاسنك مش مستحق انك توقف في الكنيسة قدام ربنا داخل تتناول لو انت حاسنك انت ما تستحقش ولا داخل كده وخلاص بتناول زي ما وقفين في الطابورة خش تناول وخلاص وانا كل عيوب وقل كل خطايا وانا زي مانا ومش عايزة توب لا الواحد يوقف وقفة مع نفسه كده القدس بالنسبة لي ايه ايه هو القدس بالنسبة لي هل القدس شوية الحان هل القدس عشان متعاود اجي القدس يوم جمع او يوم حد وخلاص ومتعاود انا اتناول وانا زي مانا ما بتغيرش خطيتي هي 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 ما بتغيرش اخش من القدس واطلع من القدس زي مانا شوفوا ربنا يا صنوع المسيح ادى مثل جميل او الفريس والعشار الاتنين دخلوا يصلوا لكن واحد طلع مبرر والتاني طلع مدان واحد طلع مبرر والتاني طلع مدان انا هنا اطلع من الكنيسة ربنا شوفني ايه مبرر داخل الكنيسة انايا فيها ايه انطقت كل اللي حوالي بفكر في ايه ايه اللي بفكر فيه انا واقف قدام المسيح المسيح قال كده من اجتمع اتنين او تلاتة باسم يكون في وسطه فالمسيح في وسطنا دلوقتي دلوقتي وموجود هيبقى موجود عن مسبح بجسده ودمه طب ايه اللي انا بفكر فيه في القداس الواحد يراجع نفسه ربنا اداني عمر جديد النهاردة سنة جديدة ابتية جديدة عمر جديد صفحة بيضة يا ترى حكت فيها ايه السنة يا ترى حعيش بامانة يا ترى ححب الناس بجد وشيل من جوايا كل كراهية ولا زي مانا زي السنة اللي فاتت واللي قابليها واللي قابليها هبقى زي السنة دي وكل سنة زي بعضيها ما فيش اي تغيير في حياتي ربنا بيديني العمر ليه ربنا يديكم طلط العمر وكلك بيديني كلنا العمر ليه عشان نستعد عشان لما نقف قدامه نبقى وقفين قدامه فرحانين مش بيديني العمر عشان ناكل ونشرب زي الصدق يوم ما كانوا بيقولوا لنأكل ونشرب لغدا نموت ما لا يؤمنوا بالقيامة فربنا ادنا صفحة جديدة من النهاردة تكتف فيها ايه اعمالك اللي انت هتسجلها ايه ربنا بيسجل كل حاجة عندك كل حاجة مكتوبة فوق عنك خطيات كلها قدام ربنا الخطيات اللي بتتوب عنها بتتمسح فالواحد يراجع نفسه كده في حاجات ما تمسحتش فيه سلوكيات ما تغيرتش فيها لازم لازم اغير نفسي كل يوم بنصلي في صلاة باكر يقولي فلنبدأ ايه بدءا حسنا لازم الواحد يبتدي بداية جديدة لازم الواحد يغير كل حاجة في حياته عشان هدف واحد بس زي ما كان الشهد وحطين الهدف ده قدام يعنيهم ايه هدفهم السماء حموتك ما تفرقش معاي هتبحك هطير راسك هعزبك مش مهم المهم ان انا اكسب السماء طب هل انا بفكر في السماء فعلا فكر السماء ده في دماغي ولا فكر الاكل والشرب والماديات وخلاص الواحد يراجع نفسه انا ربنا بالنسبة لي ايه بنك طلبات بس يمكن في ناس تقف قدام ربنا عمرها ما شكرت ربنا كل ما تقف قدام ربنا تقول له عايز 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 عمرها ما فكرت تمجد اسم ربنا بس كل احتياجاته وربنا عارف احتياجاتنا كلها عشان كده علمنا قالوا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وكل شيء يزاد لكم فلما تقف قدام ربنا يراجع افكاره هل افكار الغلط اللي انا مشيت بيها هي هي همشي بيها برضو السنة دي افكار الزات الناس والاصعب والاصعب انك تدايق اللي حواليك او تدايق اللي حواليك انا موجود ربنا خلقني عشان يفرحني وفرح الناس ربنا خلقني عشان كده ده دوري ان انا افرح اللي حواليك مش هزعج اللي حواليك دوري ان انا خش السماء واللي حواليك اجيبهم معي السماء تغسلش ايدك وتقول انا مش دعوة بحد لا ولادك ومراتك وجوزك ولادك كل الناس المفروض اتخلق اديها عشان يكون لها مكان مع المسيح ومش هروح لوحدي اخد معايا بيتي اخد معايا بيتي ولا بيتي صعب بسببي الواحد يرجع نفسه هل انا شتان في البيت هل انا بهين الناس في البيت لو الواحد بيعمل كده ما نفعش ما نفعش تقف الدم ربنا هتقول له ايه اديتك مراتك ولادك وديتك جوزك ولادك عشان تعملي ايه تفرحيهم وتخدميهم وتفرحهم وتخدمهم وتخدم نفسك عشان ابدي يدك لكن للأسف بنشوف حالات صعبة قوي نشوف ناس بتكره بعض في بيوتنا اخوات ما بيكلموش بعض بيكرهوا بعض اب وولاده ما بيحبوش بعض اب بيكره ولاده ولاده بتكره الاب والام هذا صعب قوي تخيلوا ربينا خلقنا عشان كده اوجدنا في العالم عشان هي دي صورة المسيح الحلوة اللي في حياتنا فالواحد يسأل نفسه وانا كده وانا واحش وانا كويس ولوانا كويس تمالي ما اتقدمش وبقى احسن واحسن من الاول فالواحد في السنة دي لازم يوقف قدام نفسه ويراجع نفسه ايه علاقتي بربنا هل انا بصلي السنة اللي فات دي انا صليت توقف اصلي ولا معرفتش اقف اصلي خالص يا خسارة خسارة ان انا معرفتش ربنا قوي حد من الابا الادسين قالي انا اتأخرت قوي في معرفتك يا الله اتأخرت قوي طب هل العبارة دي ممكن تتقال عني تأخرت قوي يا رب في معرفتك هل انا كنت بصلي ولو بصلي هل انا هستمر في الصلاة ولو ما بصليش هفضل ما بصليش ما تكلمش مع ربنا رسالة ربنا لي بتقول لي راجع نفسك راجع نفسك اعلقتك بكلمة ربنا فتحت الانجيل تقرأ كل يوم صحح ولا صححين تشوف ربنا عايز منك ايه ساعات كتيرة في ناس تبقى نفسها تعرف حاجة ولما تفتح الانجيل وتقرأ وكأن ربنا بعطلك الاجابة في الكتاب المخدس اشكرك يا رب انك رديت علي ففي ناس كتيرا ما تعرفش ربنا عايز مني ايه لي ان انا ما عرفش ربنا بيقول ايه يناس يقولك انا عايز اعرف ما شئت ربنا تبا لانتنا فتحت الانجيل هتعرف ما شئت ربنا لو عرفت هو عايز منك ايه وبيقول ايه هتعرف هو انت هتعيش ازاي لكن ما ليش علاقة لا بالصلاة مش عايز اقف قدامه مش عايز اكلمه شوف احنا بنتكلمها بعد دي في اليوم ممكن تلفونات دي دي نقعد نتكلم فيها مكلمة واحدة ممكن تقعد ساعة ساعة لربع خمس دقائق ما عرفش اقف قدام ربنا ما عرفش اقف قدام ربنا ولو وقفت قدام ربنا شكليات هذا الشعب يكررني بشفاتي اما قلبه فمو بتاعت بعيدا عني يعني ربنا يبص علينا حتى في صلواتنا في الكنيسة الناس ما بتصليش يعني مش في بيوتنا احنا ما بنصليش لا ده لما بنيجي الكنيسة اصلا الناس ما بتصليش الناس عايزة القداس يخلص وخلاص عايزة معادة تناول ييجي وخلاص عشية اسمع كلام عايزة من هنا طلعوا من ناحية تانية ولا كنت سمعت حاج ما فيش تأثير لاني ما عنديش استعادات جوايا اقول له يا رب تكلم يا رب فين عبدك سامع وانا داخل على باب الكنيسة اقول له يا رب انا داخل بيتك اتكلم يا رب عايزة توصلي النهاردة عايزة توصلي النهاردة فالمسيح عايزة يوصلك النهاردة ان فيه سنة جديدة ليك مكان فوق عنده هتخلي بالك من مكانك ده ولا لا لما تنيح ان بقيسك الاسبوع اللي فات كان شاف رؤية وقال انه يعني طلع السامو وشاف كراسي كتير فضية اماكن كتير فضية بتوعناس بتوعناس اساميهم على الكراسي ليك مكان فوق انا زاهب لأعد لكم مكان وان ذهبت وعددت لكم مكان قاتي واخذكم وحيثوم اكون انا تكونون انتم ايضا مكانك فوق هتسيبوا بالسهل عشان شوية شتيمة ولا شوية كذب ولا شوية حلفان ولا نظرة ولا موبايل ولا خداع ولا غش ولا سرقة تسيب مكانك عشان كده لا 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 ده الشهداء باعوا نفسهم خادوا فلسهم وممتلكاتهم وارضيهم ومناصبهم كل ده ولا حاجة من اجل المسيح خدوه لكن ما سيبش مكاني فوق فكل واحد يراجع نفسه هو لما النهاردة لو ربنا قال لي تعالى لأنه ربنا قال لي تعالى ربنا دي قتلت العمر أنا مخلص كل حاجة على الأرض أنا مخصم حد أنا مخصم حد لو مخصم حد النهاردة يذهب صالح النهاردة يذهب صالح سنة جديدة ما تعديش النهاردة وانت مزع على الحد لازم تصالح الناس لازم تفرح الناس كلها وتفرح قلب ربنا بتوبتك وتغييرك في ناس يقول لك صعب أو التغيير ومش حعرف يا ربنا غير ناس صعب أوي صعب أوي مين كان يصدق إن إريانوس ده ولي أنصنا ده يبقى مسيحة ويبقى شهيد لإسم المسيح وكنيسة تعيد له السنكسار تعيد الكنيسة اليوم بشهادة القديس إريانوس إزاي يا رب خليت واحد إزاي كده ربنا صبر عليه زي ما بيصبر علينا أكتر واحد عزب المسيحيين وقتلهم كان بيبيد بمدينة بالمدينة بيبيدها بقى مسيحي يعني تغير هل ممكن كان هذا يتغير في نظر الناس لا لكن في نظر ربنا طبعا فأنت لازم يكون عندك رجاء إن ربنا ممكن يغيرك ويخليك أحسن من الأول بس أنت سلم حياتك في إيد ربنا سللنا فصرنا نحمل قولوا يا رب أنا عندي عيوب كتير قوي عندي خطايا كتير قوي وأنا يا رب عايز أخش السماء أنا يعني عايش على الأرض بأكل وبشرب ونام لكن يا رب نفسي أكون معاك في الحياة الأبدية نفسي يا رب السماء ما تدعش مني ولا من بيتي ولا من مراتي ولا من مولادي ولا من جوزي ولا من العالم كله يا رب مش عايز ولا واحد من العالم كله ما يخش السماء شو تخيل لما الواحد يقى مشاعره وكده وقفوا دم ربنا يا رب حتى يا رب اللي بيكرهوك افتح بصيرتهم عشان يشوفوك عشان أنت خلقتهم عشان اليوم ما كان في السماء مش هصلي من أجلي بس لأنا هصلي من أجلي العالم كله هي دي روح المسيحية هي دي روح المحبة للعالم كله فما بنا ما بينهم وبين بعضنا ربين يا دينا حياة توبة وحياة استعداد ودينا سنة جميلة سنة مفرحة سنة فيها رجاء سنة فيها توبة سنة فيها معرفة ربنا أكتر سنة فيها أقرأ إنجيله أكتر واعرف كلامه أكتر ربين يا دينا كلنا حياة استعداد والتوبة لإلهنا كل مجد وكرامنا الآن كلهم دار دور كل آمن بركنا في عملينة بباركتك سامنة إقرأت الى